السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة مما وزياد التعليمية ازايكم عاملين ايه؟ طلبة الصف الثاني الابتدائي النهاردة هنكمل مع بعض شرح باقي الاساليب شرحنا الفيديو اللي فات اسلوب النداء وقالنا يعني اسلوب النداء وشرحنا قبل كده اسلوب التعجب واسلوب الاستفام النهاردة هنشرح مع بعض اسلوب النفي ويعني اسلوب النفي ويتكون من ايه؟ وتفرجوا معي على الفيديو للاخر هقولكم الفرق من اسلوب النفي واسلوب النهي اول فرق بين الناهية والناهية عشان الناس كتير بتلغبطوا منها او الناد كتير بتلغبطوا بينهم الاتنين انا هنشرحهم النهاردة بطريقة مبسطة جدا وبسيطة يارب كل يارب كل اللي بتفرج معي على الفيديو دلوقتي يعجبوا الشرح ويعمل لايك للفيديو ويشترك في القناة ويفعل الجرس عشان يوصلوا باقي الدروس مجانة ونبدأ مع بعض بسم الله اول حاجة يعني اسلوب النفي اسلوب النفي ده ان انا بنفي حاجة يبنع الحاجة منها يستخدم لانكار عمل او كول في الماضي او المدارة انا يبنى هنا حاجةrieb قبل كده او حاجة انا لسه هعملها ان انا بقول انا مش هعملها يستخدم لنفي حادث في الماضي او المدارة او المستقبل الاحنا فيه يعني المستقبل او المدارة اي اسلوب النفي يتكون من ايه اسلوب النفي بتكون من ثلاث حاجات لم ولن وليه اسلوب النفي تلاتة لم ولن وليه بص انا فيه اغنية بقولها بنغنيها كده مع بعض انا والاولاد عشان بيتلقبطوش منهم عشان لم ولن يعتبر نفس بعض يعني مش عارف اميز بينهم امت استخدم لم وامت استخدم لن فانا هلها لكم باغنية لذيذة بسيطة حفظوها لأولادكو هيعرفوا يميزوا بينهم قوي في الجمل اول حاجة نقول اسلوب النفي تلاتة لم ولن وليه لم للمودي ولن للحاضر والمستقبل انا بقول لاغنية للم ولن عشان الاتنين دول دي ليها ليها طريقة بنستخدم بيها امتة بنستخدم لم وعمتة Baby لم للمشتوق لن لم للمادي ولن otro لم للماجل لن الحاضر والمستقبل نقول لم ميم لم يبقى ماضي لن للحاضر والمستقبل هناخد كل جملة كل واحدة من دي بالتفصيل هنقول امتى نستخدم لم وامتى لن وانت ليه مع كل جمل وكل واحدة منهم هنقول جمل ليها هندخل جمل معها ونشوف ازاي بقى نستخدمها في الماضي يعني ايه ماضي ويه حاضر ويه مستقبل هنشوف مع بعض اول حاجة لم بتدخل على الفعل المضارع وتنفي حدث في الماضي احنا قلنا لم للماضي بتدخل مع الفعل المضارع بتبقى موجودة مع الفعل المضارع وتنفي حدث في الماضي لن تدخل على الفعل المضارع برضو وتنفي حدث في الحاضر او المستقبل لا بتدخل على الاسم والفعل يعني ايه الكلام ده تعال نشوف مع بعض يعني ايه الكلام ده لم قلنا بتستخدم في الماضي لم قلنا بتستخدم في الماضي يعني ايه في الماضي ان انا بن في حدث انا عملته قبل كده ان انا بقول ان انا ما عملتش حاجة قبل كده يعني ايه لم يزرع الفلاح الاسبوع الماضي اهو الفلاح ما زرعش امتى الاسبوع الماضي ماضي ايه الكلمة اللي احنا دخلنا نستخدم لم الماضي لكن لو قال ايه لم يزرع ايه 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 لو ما فيش لم قال يزرع الفلاح الاسبوع القادم 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 ده لسه قادم يستخدم لنه لكنه قال هنا لم يزرع الفلاح المحصول الأسبوع الماضي نخلق بذي ونشوف يأكل الولد أمس إيه ده يأكل الولد أمس أنا نفيت أن الولد يأكل أمس أنا نفيت أنه هو كال مبارح يبقى نستخدم إيه لم هو ما كالش مبارح يأكل الولد أمس لم يأكل الولد أمس طب تعالوا نشوف لن فإحنا كده أمنا بندخل على لن نختصر لم تاني لن بتنفي حدث في الماضي بتدخل على الفعل المضارع بتدخل على الفعل المضارع يزرع وتنفي حدث في الماضي تدخل على الفعل المضارع وتنفي حدث في الماضي لن تدخل على الفعل المضارع وتنفي حدث في الحاضر او المستقبل حاجة انا لسه هعملها انا بقول ان انا مش هروح المدرسة بكرة انا مش هيكل انا مش هلعب بكرة بكرة انا بنفي حاجة انا مش هعملها يعني هو ده النفي ان انا بقول حاجة مش هعملها بكرة لن اذهب اذهب اهي الى المدرسة غدا لان اكتب واجبي اليوم اليوم النهاردة انا مش هعمل بالنهاردة ولا بكرة استخدم بقى معهم ايه لان ده الفرق بين لم ولن لم ولن هي اغلبية يعني لما بيجي في الجمل او بيجي في الكتر يقول لي استخرج اداة انا في ساعات يعني اغلبية الجمل بتبقى موجودة في الام ولا لا ما بتبقاش موجودة قوي بس احنا برضو لا لازم نبقى عارفنا لا تدخل على الاسم والفعل يعني ايه لا تدخل على الاسم والفعل نشوف مع بعض زياد لا يكتب واجباته او زياد لا يكتب واجباته انا بان في ان زياد مش بيكتب واجبات دخلت مع الاس ودخلت على الفعل او لا يلعب زياد بالكرة اهي لا يلعب دخلت على الفعل ودخلت على الاسم انا نفيت ان زياد مش بيلعب بالكرة انا نفيت ان الناهية ولا النافية. احنا قلنا قبل كده. الناهية بتدخل على الفعل المضارع. بتدخل على الفعل المضارع بس بيبتدي بحرف الت. انا بنهي. انا بقول له ما تعملش. انا اللي بقول له. ناهية ان انا بنهي. يعني هو الولد بيكتب على الصبورة. انا عايزة ان هو ما يكتبش على الصبورة. اقول له ايه? لا تكتب على الصبورة. بصوا انا قلته لا تكتب. لكن لو قلتي لا يكتب. بقى اسلوب نفي. انا نفيت ان لأن الله مرحب مش بيكتب عليه و لا يكتب عليها هنا الفرق لتدخل داخل الفعل المضارئ الذي يبدأ بحرف لا تكتب و لا تنام ولا تشرب لن فيه انا بنفي ان هو عمل الحاجة دي بنفيه انا بقول ان هو ما عملهاش ده الفرق بين اللن هي و لن نفيه اكيد هنلخص مع بعض الدرس بتاع النهاردة ان اسلوب النفي بتكون من 3 اجزاء لم و لن و لا اسلوب النفي بتكون من 3 اسلوب النفي تلاتة لم و لن و لا لم للماضي و لن للحاضر و المستقبل و لا بتدخل على الاسم و الفعل يارب الفيديو يكون عجبكم اشتركوا في القناة و اتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا باقي الدروس مجانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته